الحقيقة فقط للتوضيح لأن وحدات الحوض المنجمي منطقتش من دلعتش في 2008 وحدات الحوض المنجمي اندلعت تقريبا في اكتوبر 2005 في زيارة وزير التشغيل إلى منطقتهم العرائس ومنطقت رضيف صارت وقتها ظاهرة ما يسمى بالاحتجاجات الليلية فيما بعد صارت المراكمة لعدة سنوات خاصة مع عام 85 بعد ما تم التوفيط في أكتوات قفسة تقريبا المنطقة أصبع كانت تتعاني 2008 نحن نعتبره وبعيدا عن المنطقة الجاوية نعتبره اللي هي المصمر الأول الذي دق في قبر نعش التكتاتورية فيما بعد تواتي الحداث الحقيقة في المنطقة ويكفي أنه إنسان يمشي يزور المنطقة فأنه يكتشف الوضع ليس في منطقة الحوض المنجمي فقط بل في ولاية كاملة في ولاية قدمت أكثر من 116 نسنة ثروات للبلاد هذه قدمت آلاف المليارات قدمت عديد وعديد الشهداء قدمت على الأقل ملف الحوض المنجمي اللي يبقى ملف تاريخي وقضية الوفاق التاريخية اللي فاتت تقريبا 38 من المنازلية ومنازلات الحوض المنجمي وشملت أكثر من 1200 نقاف تقريبا 6 شورة والمناطق محاصرة شاركنا في الحراك الثوري خاصة بعد الرديف ومن الرئيس المتلوي المذيلة جاءت سخيرة جاءت بنعون جاءت أحداث بنقردان جاءت أحداث فريانة اندلاعنا وصولنا إلى 17 ديسمبر لحقيقة نحن ما هوش تحاملة مش مش نقول ما تحقق شي ربما فما مجموعة انتدابات شملت الجهة لكن الانتدابات هذه كانت ظرة ماد على العيو لأن مشكلة المنطقة ما هيش متعلقة كان بتعضية تشغيل فقط ربما بيشنية مشاكل بالذك مشاكل أن كتابة غريثة مشكلة البنات التحتية مشكلة الصحة مشكلة التنمية مشكلة المنطقة حدودية مشكلة شباب يقطع في ألف الكينومترات في البحار بحثا عن الهجرة السرية وبحثا عن العيش والحلم في المودلة الأوروبية مشكلة الشباب اللي ذكروا سيدنا الشيخ بشبابه اليوم بالألاف في سوريا مشكلة الشباب انتعنا لمواد المخدرة ومواد الزطلة مشكلة الشباب انتعنا اليوم الجريمة والجريمة المنظمة هذا الوضع اليوم ما نوصل لنا لحقيقة ما حبيش نعمل تعليق لأنه نعتبر رئاسات ثلاثة ليجمحهم بتونس إلا ربما شبكة الصرف الصحي وشبكة الماء والذوق ما عندهم حتى علاقة تونس واليوم أكثر حاجة تثبت شي هذا ما نحبش ندخل أنا في تفصيل أكثر اليوم وقت اللي نشوفه نحن عنوان فشل كما مهدي جمعة اللي هو وزير الصناعة اللي كان يباشر بشكل مباشر في المفاوضات مع قليل الزاوية في منطقة الحوض المنجمي وعلى رأسه شركة سواد قفسة هو فشل بالضرورة لا يمكن أن يكونوا عنوحل هذا فشل حتى في حلال ملفات ونزيدك نعطي معطى إعلامي السيدة المشاهدين اللي شركة تونسية نقل مواد منجمية عملت تضرع ب37 يوم وعندها اليوم أربع أيام من ضرب والشركة هذه ما تحدلتش مشاكلة وأيضا عمال وموظفي شركة سواد قفسة في ضرب عمل وثم نتائج معطلة تدابات مؤخرا في علاقة بكونكورلي كادر يعني مناظرات الإطارات ثم شركة الغراسة بها تقريبا الوضعية في البلاد تعكرت وزادت سواد وثم حالا تحتقان ربما الأيامات القادمة قد تحمل جديد خاصة ما أعلن نتائج عدة مناظرات وخاصة مع التحرك الأخير لشهادته الولاية يوم 27 الفارض واللي الحقيقة لم يكن متوقع وأكثر حاجة ربما اليوم أصبحت عنوان للمطالبة قضيت 20% من مربيح الشركة على الأقل طيلة 7 أو 18 سنوات لأن الميش مش تحل المشكلة تكون ولاية قفسة لأنه بال20% من مربيح الشركة قد تحل بعض المشاكل لولايات المجاورة من قبيل القسرين بوزيد قفسة قبلية ما يسمى بمربع الفقر